الحذر والريبة تتابع دولة الاحتلال الصهيوني مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني فيما تسعى الأطراف للوصول إلى توافق مع طهران لتفعيل الاتفاق الموقع معها لعام 2015 تلوح إسرائيل بالخيارات العسكرية ضد إيران تعبيرا عن القلق من المصار بل ورفضه جملة وتفصيلة أملا في إفشاله من ذلك حثها الولايات المتحدة الأمريكية على حشد قواتها العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط واتخاذ خطوات أكثر سرامة ضد تهران معتبرة أن ما تمارسه إيران ابتزاز نووي حسبها وهو مجرد تكتيك لإحياء الاتفاق النووي رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت دعا لدارة الأمريكية إلى الوقف الفوري لهذه المفاوضات بينما لم يستبعد وزير دفاعه بني جانس خيار استخدام القوة العسكرية ضد تهران تصريحات تعبر عن هواجس الكيان الصهيوني من اتفاق سيئ حسبه قد تتوصل إليه الأطراف في بينا خشية أن تصبح تهران قريبة من العتبة النووية التي تؤهلها لإنتاج القنبلة الذرية من وجهة نظر الكيانة لكن واشنطن لا ترى في الموقف الإسرائيلي حلا إذ تتمسك بالخيار الدبلوماسي مع إيران بخصوص ملفها النووي سيناريوهات عدة يطرحها الكيان الصهيوني للتعامل مع عدوه اللدود إيران لكنه يتوجس خفية من أن توجيه ضربة عسكرية للملتشآت النووية الإيرانية لن يجر فقط ضربة مضادة من جانب تهران بل سيفتح صراعات متعددة الجبهات لقوى حليفة لها في المنطقة